حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا وواكيع حدثنا زكريا عن يحيى في حديثه حدثني عامر عن خارجة ابن السلط قال يحيى التميمي عن عمه أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قومين عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إن قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عنده شيء يدويه قال فرقيته بفاتحة الكتاب قال وكيع ثلاثة أيامين كل يومين مرتين فبرأ فأعطوني مئة شات فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال خذها فالعمري مون أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن خارجة ابن السلط عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم قال فجاءوا بالمعتوه في القيود قال فقرأت بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أدفل قال فكأنما نشط من عقال قال فأعطوني جعلا فقلت لحتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل عمري مون أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق موسيقى